حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من نشوب حرب عالمية جديدة في حال انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وقال في مقابلة إن خطة ضم أوكرانيا إلى الحلف كان يجب منعها وإلغاؤها في قمة الناتو التي عقدت أخيرا في العاصمة الليتوانية لافتا إلى أن الغرب يريد للحرب الروسية الأوكرانية أن تستمر زمنا طويلا